بدأت أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا وبمشاركة عشرين دولة يشهد لبنان إضراباً شاركت فيه نقابات وكيانات رسمية عدة في البلاد بما في ذلك الاتحاد العملي العام والهيئات الاقتصادية تطورات متلاحقة تشهد الأوضاع في لبنان مع استمرار الإضراب الذي يشارك فيه الاتحاد العملي الممثل للنقابات العمالية وهيئات اقتصادية تضم الغرف التجارية وتمثل أصحاب الأعمال بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية المشاركون في الإضراب يطالبون بسرعة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة كما أن الهدف من الدعوة للإضراب هو الاحتجاج على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية على مختلف المستويات الأزمة السياسية بلبنان شهدت تعقيدا خلال الأيام الأخيرة بعدما كانت الأمال معقودة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري لحل الخلافات بين رئيس البلاد ميشيل عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى والمتعلقة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الحريري بتأليفها بعد استشارات نيابية ملزمة في شهر أكتوبر الماضي وزاد التشاؤم بلبنان مع اشتعال حرب البيانات بشكل غير مسبوق بين الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على خلفية البيان الذي سبق أن صادر عن رئاسة الجمهورية وانتقد المبادرة التي اقترحها بيري لحل الأزمة الحكومية وتقف لبنان أمام مفترق طرق بالغ الصعوبة والخطورة أيضا بعد تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية مما ينزر بإشعال اضطرابات اجتماعية بالبلاد